بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وآله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة المشاهدون أياتها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية الظاهر عنوان الباطن ورد في كثير من الأحاديث هذا المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أناسا قد غرهم بالله الغرور والغرور هو الشيطان يقولون نحن نحسن الظن بالله لو أحسن الظن لأحسن العمل فالعمل بالرغم أنه ظاهر إلا أنه دليل على الباطن ولا يدعي أحد وهو لا يعمل أن باطنه طاهر نظيف لأن هذا غير الواقع وغير ما دلنا عليه ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لأن ارتياد المساجد خاصة في صلاة العشاء والفجر دليل على تمسك هذا الإنسان وعلى تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى لا يستطيع إنسان أن يخادع كل هذا الخداع قد يخطئ وقد يكون فيه قصور في بعض الأحيان ولكن هذه قضية أخرى لكن الظاهر دائما هو عنوان الباطن يقول ابن عطاء الله السكندري هذا المعنى في حكمتنا اليوم ما استودع في غيب الصرائر ظهر في شهادة الظاهر يعني ما كان في الداخل فإنه لابد في يوم من الأيام أن يخرج إلى الخارج سواء إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر وزهير بن أبي سلم وهو يقول ومهما تكن عند مرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلام لأن هذا الذي يحاول أن يخفيه ممكن أن يخفيه بعض الزمن ممكن أن يخفيه عن بعض الناس يمكن أن يخفيه يخفي عملا دون أخر أما أن يخفي نفسه هكذا دائما فهذا لا يمكن بل إنه سوف يظهر على جوارحه وعلى ظواهره ما هو مكنون فعلا في قلبه وفي صدره نعرفهم من لحن اللسان فاللي في القلب في القلب ولكن غلطات اللسان تدل على ما في القلب ولذلك من أشرقت سرائره أنار الله وجهه وظواهره لأنه الإشراق الذي بالداخل يؤثر على الخارج ولذلك كانوا يقولون من حسن قيام ليله بالليل حسن الله وجهه بالنهار فهذا يصلي ركعات في الخفاء في الليل في جو في الليل لا يراها أحد ولكنه نرى وجهه مضيئا ومنيرا وعليه جلال في النهار كان أحد شيوخ مشايخنا وكان هو الشيخ محمد راشد رحمه الله تعالى تكلم بإذن الله وهو يعلم بعض طلبته وهو يخبر شيخه بأنه كبر في السن ويريد شيئا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهو كان إمام التفسير في الحضرة الخذوية لأنه كان إمام الحضرة الخذوية وكان في هيئة كبار العلماء عندما نشأت سنة 1911 وكان يدرس في الأزهر كثيرا من العلوم ومنها التفسير وكان من مزايا هذا الشيخ رحمه الله أنه كان يحفظ المعجم لسان العرب لسان العرب هذا عشرين جزء كان يحفظه عن ظهر القلب ويستحضره وجلس في مرة من المرات يفسر حاميم جلس فيها شهرا وهو يفسر كلمة حاميم هذا العالم الكبير المفسر العظيم وكذا يقول جلست أربعين سنة أصلي ركعتين بالليل لا يعرف بهما أحد من البشر أم الزكت فين وأولاد فين أربعين سنة يصلي ركعتين في الليل في السر هذا عمل في السرائر لكن الله سبحانه وتعالى كان قد وفق هذا الإنسان وألقى عليه القبول وكان كل من ينظر إلى وجهه يرى فيه نورا الشيخ محمد راشد رحمه الله تعالى مات في النصف الأول من القرن العشرين في السلاسينيات ولكن كان يحكى عنه مثل هذا الزخم لما دخل معاه الشيخ محمد أمين البغدادي وكان عنده وعند الشيخ محمد راشد مكتبة كبيرة ضخمة فلما دخل بيته وجد أن هذه المكتبة كبيرة جدا وفيها كل الكتب تقريبا المطبوعة حينئذ فقال له يا شيخ محمد أنت قرأت كل هذا؟ قال نعم قال فأين وجدت قلبك فيه كل هذه معلومات وعلم وفضل وشيء جميل ولكن أين قلبك في هذا كله؟ قال من أجل ذلك أريد أن تعطيني شيئا أقابل به ربي وأشعر به بالخشوع والخضوع وهذا الذي يعني مذكور في الكتب من هذه الأنوار وكذا إلى آخري وكان الشيخ محمد راشد كان رجلا منورة ولم يلتفت إلى ركعتين أربعين سنة يجلس ركعتين يصلي ركعتين كل يوم في جوف الليل لم يلتفت إلى أن هذا كان سرا بينه وبين الله لم يلتفت إلى كل هذا العلم الذي تعلمه وكل هذه الفنون التي كان يتقنها كان الشيخ محمد راشد رحمه الله تعالى صافر إلى تركيا من أجل أن يتعلم تجليد الكتب وتذهبها يعني أنت رجل في التفسير فما بالك يعني لماذا لأنه محب للكتب ومحب للفنون وللأداب وكان هؤلاء الناس لا يلتفتون إلى أنفسهم ولا يعتبرون أن كل هذا الفضل الذي أقامه الله فيه موجب لأي كبر من التكبر ولذلك يسأل عن ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ما استودع في غيب السرائر غيب السرائر قد تكون في النفوس وقد تكون في الأعمال التي يسرهم بينك وبين الله سبحانه وتعالى ظهر في شهادة الظواهر فإن الله سبحانه وتعالى يظهره ولذلك لو جئنا في المقابل نجد الأمثلة العامية تؤكد هذا أقول لك مثلا الكذب ملوش رجلين فإن الكذاب يجذب مرة فتخيل على الناس مرتين ولكن يظهر كذبه بمرور الوقت ونعرف أن هذا الشخص كذاب وأن هذا الشخص فقد مصدقيته وأن هذا الشخص حتى لو أن الكذاب هذا صدق فإن الناس لا تصدقه لأنه قد كذب وكذب وكذب حتى صارت الكذب له خلة أو سريرة وهذه السريرة مذمومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أجذب المؤمن قال لا الكذب في عصرنا هذا أصبح بلاء مستحكما ومما يروى من الطرف أن رجلا كان يخطب يوم الجمعة فلما اختار لنفسه خطبة عن الصدق والناس يعني انبسطت جدا لأن الخطبة كانت مستوفية وكانت تدعو إلى الصدق لكنه كررها في كل يوم جمعة يتكلم عن نفس الخطبة عن الصدق فسئل في ذلك يعني ما عندك شل الصدق فقال أتركتم الكذب حتى أترك أنا الدعوة إلى الصدق إلى لقاء آخر أستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر